اشتركوا في القناة وان الاهالي ملوا هكذا وضعا وخرجوا يتظاهرون ويطالبون قيادة الجيش بحماية افرادهم فضلا عن تأمينهم تلك هي صورة مجملة او مختصرا توصفها في تعز لكن الاجمال هنا لا يغني عن التفاصيل فالشيطان كما يقال يختبئ في التفاصيل ومما يردد او يشاهد ويلاحظ ان الجيش منقسم على نفسه وان كل فصيل يقاتل على حدة وان كان الهدف الجامع هو الحرب ضد الميليشيا وتحرير المدينة لكن الواضح ان كل لواء يسعى لتحقيق نصر شخصيا وفي ذلك طامة كبرى ليس هذا ما يشوب الجيش في تعز بل هناك سعي حثيث من قبل الاحزاب السياسية لاجاد انقسام ايدلوجيا في الجيش فكل طرف يشتغل وينشط لفصيل معين وتلك علة اخرى لا ينتهي الامر هنا هناك سعي اقليمي لتعميق الانخلاف والانقسام في الجيش هناك من يدعم طرفا ضد اخر او بالاحرى ضد اقصاء اخر هناك تخوفات تقود احيانا الى المواجهة المباشرة بين فصائل المقاومة والجيش وقد حدث ذلك كثيرا ولا يستبعد حدوثه مرة اخرى الخلاصة هنا كيف يمكن لتعز الخروج من دائرة الخطر هذه وهل سيصعفها حسها المدني وتراكمها المعرفين في تخطي الانقسام والمواجهة ام ان الحرب كعادتها تذهب صوت العقل وتعلي من صوت البندقية